اهلا بكم محبي مسلسلة المراس اليكم ملخص على الحلقة سحر بتبكي وبتقول لها زينة ولينا بيت انحرق اذا طلقني انا راح موت بتقول لها زينة قولي لو كانت عنده اهلي بتقول لها ما بيصير بتقول لها سحر اه وبتقوم بتمشي سحر وبتلحقها زينة جي جي بتقول لها يوسف بعد كل شي حكيت اللي يا عن جوائري تكون ماتت باسمي قلبي بيقول لها يوسف كيف لك ماتت بتقول له ماتت مقتولي عهود بتقول لعمتة ابوها بده يجي يسلم عليها بعد رمضان بدر بيقول لها فهد قلت للجدة مزنى بيقول له فهد شكك شكلك قنبلي وراهت انفجر ابوك وعمك كانوا عندي بالكافي زينة بيقول لها مشاعر انت اسهل شي عندك انك اتهمتيني بتقول له هاد احساسي وبتقول له ما في حرمي بتتهم زوجها بحياته وحدي تاني انا عم احميك وانا حياتي بين اديك فهد بيبعت رسالي لشاهد كل يوم بتبعتي حدي لعندي عالكافي بتقول له انشاهد بعد حديث طويل اطردن شاهد بتتوتر وبتتصل بجيجي وبتقول له يوسف عرف اني بروح على الكافيه وانا طالعتك من الشكل يوسف بيروح لعنده بيت زيده وبيطلب منه يرجع يشتغل منيح وبيقول له انا هلأ قبرت جيء طلال لمكانه طبيعي زيد بيقول له خلي اخوي بمكانه لنا بتحكي لابوها عنا خوف فدر عليها وبتقول له هو يمرط اهله بشغلات كبيرة وانا ماني مصدق بذر بيعمل هيك ابوها بيقول له احسن شي سوا باهله هيك لانه بسبب هيك الشغلي اجتمعنا انا واخوي ديما بتسأل ماجد عن اهل ليلة ليش ما بيساعدوها بقدر ما خبرتون وهنين عندن اراضي او ما بيطالعوها الشي مستحيل يطلع شي براتون يوسف يقول له حور عملت متل ما وعدتك صلحت اللي بيني او بين زيد وانا او ما رح اخد كل المفاتيح كنو وبعدين الراح ارمي بره